الوزارة البثلاً في الثقافة أو أي قطاع أنت ما أنت مطالب أنك تختلع الأجلة من جديد هو فيه limited model يسمونه أو نماذج محدد مثلاً في السنة ما فيه لا ثلاثة نماذج في العالم فمين مونين بتجيب بتاله أنت مفرد تتبنى واحد منها يتناسب معك وبنتبدأ تبني عليه بعدين في الفن نفس الشيء يعني هو الأرتفير في كل البلدان صار معروف نظام الأرتفير وصار معروف نظام الأرتست والشهادات اللي تعطى الأرتست والشركات المهمة في البيئة الفنية وهذا أنا أحتاج مثلاً شهادة منشأ لا ما لي عشان إذا اشترى عبد الرحمن هو في لندن إذا اشتراها مني لازم يكون عنده شهادة منشأ عشان إذا بغير ينقلوا يروح من لندن لباريس يقدر يأخذ اللوحة مع شهادة منشأ أوراق يعني خلاص صورتي جاهزة أنت خذ اللي ناسبك وقلتك النماذج محدودة يمكن فيه ثلاثة واربع نماذج في العالم في السينما في الموسيقى في الفن خلاص خذ النماذج هذه المحددة وتبناها وابدا أبني عليها أهلاً هذا فنجان من إذاعة ثمانية وأنا عبد الرحمن أبو مالح ضيفي في هذه الحلقة الفنان عبد الناصر غارم عن الفن عن استوديو غارم عن أعماله الفنية عن تجربته من البدايات وهو في خميس مشيط بعدين كيف دخل الفن أصلاً وهو راح العسكرية وش علاقة كيف تحولات هذه الأجلسة تصير في حياته اللي نخرج من العسكرية اليوم هو فنان معروف محلياً وقليمياً وعالمياً التجارب الفنية اللي تصير في السعودية اليوم المشهد بعد وجود وزارة للثقافة كيف دورها تدخل الحكومات في الفن عن هذه المواضيع وكل ما يهم الفنان والمشهد الفني حقيقة فيه في المنطقة في المنطقة فهذه الحقراية كأبد الناصر قبل أن نبدأ أود منكم تقييم البودكاست على أبل بودكاست أو أي من تطبيقات البودكاست اللي تستمعوا إليها كذلك اقتراح الضيوف أو المواضيع التي تودون أن نتحدث عنها في فنجان على إيميلي أبو مالح آت ثمانية تتكم أبو مالح آت ثمانية تتكم أمل أن لنبدأ أهلاً أبو غارب الله أحبكا يلا حي تنجيل أهلاً أعطوك أهلاً سلام ورحمة الله معك مويا معياش حبيب معك مويا أيها أيها خلاص شكراً تسلم تسلم علمني متى حنوناير وطرأ خلاص خلاص يلا حيا سلم إيش تقول ليش أنت تخشخش من يومت الخميس يا أخي كان النشاط اللي احنا ممارسة هذا هم يسمون الكنسبش والآرط الفن المفاهيمي وبيني بينك في ذلك الفترة آخر التسعينات على بداية الألفين ما كان ما كانت البيئة مناسبة لنحد يعني يطرح أفكار بالذات ما تكون يعني تكون أو تكون عكس الأفكار الساعدة في ذلك الفترة بس كان الحل أنك يعني تتخبى يعني وتحاول تشتغل على أفكارك نفسك و و في ذلك الوقت كان في ميزة صراح نعم أنه بدأ يطلع الانترنت آآ فصار يعني تقدر تتخبى وفيه عذر يعني أنك لقيت مصدر معرفة جديد و فكان صدمة لنا صراح طب ألمني الحين أنت في الخميس ولدت صح وعش في الخميس دين يعني لا في التعليم العام علموك الفنية لا يخلوك في السلصال ترسم فلا في تعليم عام في الفن ولا تخصصت الجامعة فن حال صح اي فيعني هل يعني هي واضحة بالفطرة صح اي طبعا الفطرة كده لها جزء فوشلون تعلمت الفن يعني وش اللي يخلاك تصير فنان يعطني وش يعني في ظلم ما في ولا شي يخليك تصير فنان بصرت يعني عبد الناصر غارب لا شفه في 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 مصطلح اسمه ميكست بلسنج يعني لعنة وبركة اه ما أبحث تجي فكنا يعني مثلا يعني الحمد لله لانا ما تعلمت الفن من خلال التعليم اللي موجود بصراحة يعني هذه كانت ميزة ليه لاني أنا والله يا أخي من أحد الأشياء اللي صارت لي إنه رحت اختبرت كان عندني شي اسمه كلية المعلمين ما لها بتاعلي كليية المعلمين كان فيها قسم التربية الفنية فكانت تعمل يعني كانت البروست كويس إنك تعمل انترفيو وتعتبر اختبار نظري يعني كانت وتعمل يختبرونك يعني عمليا تجي تسوي رسمه وكده فأنا في ذلك الفترة كنت كويس في البرتري رسم الوجي فكل اللي حواليه رسمه وكانوا يعشروا لي لأن لا ترسم بورتري لأن بيخضم منك موقف إنه كان يعني حرام رسم الوجه وكده ولا ما انتبهت يعني أنا قلت يا أولد هذا تحدي كويس في الواعد فرفضت بالله يعني والله يرفض يعني حتى كل العالم يعني بصلت لمرحلة وش الموضوع يعني ما عاد فهمتش يعني ما فيه خطاء في هذا بس بس قلتك إنها جت بركة تتذكر إيش رسمت ياخر رسمت بورتري المعلم التربية الفنية يعني هو هو صراحة اللي كان يشجع لي في ذلك الفترة يمكن هو اللي حط اللي حطني على الطريق يعني اللي أصر لأنه في ذلك الفترة ما كان أحد يتمنى أنه يكون فنان ولا يعني ما كانش معين شي يعني محبب وش في أي صف والله مدرسة حقاتنا نفزنا بجائزة على مستوى دول الخليج ولا في الثانوي يعني وكانت كانت صدمة راحة أنا طبعا ما كنت أفهم موضوع بس تغيرت عامل المدير والمدرسين فعرفت أنه موضوع مهم يعني هذه كانت في يوم رسمت لهم رسمت الوج رفضها من وقتها رفضها واضح بس أنا كنت متفائل فمستحيل يعني يغلطون فهذه كانت اللعنة البركة اللي في ذلك الفترة أنه كان عندنا قرية مفتاحة التشكيلية اللي سواء لني الخادر فيصل فكنا نستفيد منها جدا يعني يمكن أكثر من المناهج اللي قلت لك اللي ممكن تدرس بحكم الاحتيكالك المباشر مع الفنانين هذه اللقطة النقطة الثانية أن الأمير خادر فيصل كان يجيب شخصيات يمكن أكبر من وعين في ذلك الفترة يعني كانوا كل الشخصيات المهمة مو بس في الفن في الفن في الفكر في الموسيقى وحتى يعني شف حتى يعني في ذلك الفترة كان فيه مقاومة اجتماعية لكنها مشت لأنه دائما طبيعة البشرية ترجع للصحة وترجع للثقافة وللفن أكيد أنها لازم كل جزء من حياتها اليومية أساسا وش اللي وش أشكال المقاومة اللي كانت موجودة ما هي كانت مقاومة يعني أول شي يعني البولة التحتية ما كانت موجودة يعني أنك مثلا في ذلك الفترة تقول أنا بصير فنان مستحيل يعني أنت من وين تقل فكان مستحيل بحكم أن البولة التحتية ما كانت مهاية أكثير أنه الفنانين يعني يطلعوا من خلالها أو قنوات يعني ممكن يترقوا من خلالها يمكن كان مدرس تربية فرنية كان يعني هذا أكبر شيء ممكن تحصل عليه بالإضافة إلى نفس المجتمع نفس التيار اللي كان مسيطر على المجتمع كان ضد هالنوع من من الأفكار يعني كان ضده بس فن الموسيقى مع أنه تربع يذوي مهما هو عيب أصلا يعني هذا بالعكس كان يساعد ويحفز نكتب تكر طرق بإنتاج ودائما لما تكون تحت أي ظروف هي دائما تظهر مبدعين باي ذوي يعني مثلا بيكاسو أو اللي يسمونهم الأفنغارد طلائعين هم طلعوا من خلال ظروف معين مثلا بيكاسو انطلد من الصالون ما كان في فنان يطلع له خلال الصالون جاء ما مشى على قواعد الصالون انطلده بره وبعد أسس التكعبية هو براك في الظروف طرح يعني الناس لا تأخذها على أنها أوبستيكا لو عقبها بالعكس يعني عامل يحفز ويساعد الفن أن يبتكار أكثر طب يوم أنت الحين في الثانوية تخرجت من الثانوية رحت تبقى تصير كلية معلمين عشان تبقى تصيرهم درسة فنية هذا كان الطموع ما كان في الله وفي قرأ يام لا لا طيب أهلك شكرا يقولوا كانت يعني يحمسونك على الفن ولا كان لا كان فيه يعني هو كان فيه لأن الإشارات بانت من بدري يعني الإشارات أنه أنت مميز مثلا اللي قلتك اللي فزنا بالتنوف على مستوى دول الخليج يعني كانت مصابة مغلوية صراحة ولا أتوقعنا واحد من المياه أننا نحن مخمز يعني قوين ديك الكويت المعراض سعودية بس الحالة كبرها رمان البحرين في ذيك الفترة كانوا كان البيك حق الأرت في البحرين مصلا كانوا لقويا أحمد باقر طخمازي الشيخ راشت خليفة يعني هم كانت طفلة ثقافية عندهم صراحة في البحرين في ذيك الفترة فبالعكس العائلة كانت تحفز وكانت تحذر يعني نفس الشي يعني عنده برضه وانت بغي يعني على مستقبلك فهمت وش بتصير وش بتصير طب وش اللي خلاك الحين عرفنا لش طردوك من المعلمين وما قبلوك كنت محظوظ بس رعت العسكرية هي أخي يعني من الخميس الخميس تعرف هي منطقة أغلبها قواعد عسكرية وكذا وتعرف أخوالك وأخوالك وزمالك فهي كانت كانت الترند ذيك الفترة أنك تصير لعبض عسكرية ومكان اجتماعية كويسة وتعرف يعني هذي في حدودي في حدود أفاق ذيك الفترة فطبعا زي ما قلتك يعني ماستحين أنك تعيش من فن في التسعة وتسعين ودف الألفين يعني كانت هذه كل الفترة وعلى عسكرية منظمة هي يعني مو سهل الحصول عليها بذيك الفن لازم يكون عدلك مونتاز ولائق طبيا إيه بس كان مختلف تماما هل كنت تشوف أنك بتصير يعني كذا أنك بتاخذ الفن حرفة ومهنة ولا أصل ما هو في الخطة ولا هو في خارطة والله يشوف أنا كنت كذا لين دخلت الخمسة وربع يوم العسكرية نسيت أهلي أصلا مو بس الفن فما كان في الخطة صراحة مرتبة بس يعني يعني تعرف الفن ما يتركك في حالك يعني صراحة ما هيتركك يعني فتت الكلية بعدين اكتشفت أنه إحنا الطالة بس كان في عنشطة فبدت أرجع شارك من خلال الأنشطة وبدت أخذ الأتنشطة مرة وبيني بينك النقلة من الخميس للرياض يعني فتحتها فاق شوي أكثر يعني بحكم يعني طلعت من تقريبا المدينة أصار إلى مدينة أكبر وبدت تدخل يعني المدينة لها طابع ثاني ومستوى ثقافي آخر والفرص تكون أكبر والتنوع طبعا التنوع هو هنا يعني بيت القصيد التنوع لأنه مثلا الخميس تكون في في قرى قبائل كل نفس العراف نفس التقاليد نفس المفاهيم ما ما في فرق كثير أصلا إذا ما هم أصلا متداخلين متناسبين لكن لما تدخل للمدينة يعني حتى هذا يغير نوع الإرادة عندك بس ما تحس أنه أول كان المشهد الفني أفضل في أبها منه في الرياض ذاك لك يعني أنت أحمد ماطر كان موجود معك فاية دالة جابر يعني كلكم كده كل القروب اللي يمكن أولا أي حركات ثقافية دائما تظهر من الأطراف على مدى التاريخ يعني الحركات الثقافية دائما تظهر من الأطراف وهذا الشيء الشيء الثاني اللي قلتك يا أخي هي الفن هو زي طفرات الثقافية تتنقل من منطقة نظية مثلا من العراق كان في الأربعينات للستينات للسبعينات كان في طفرات ثقافية جواد سليم فاق حسن طبعا المنظر حقهم جبرا برحيم جبرا يعني فكان في عوامل غريبة تساعدت على الطفرة دي قبلهم كان في مصر محمود سعيد بعدين طلع جيل جيل مهول في مصر بعدين راحت البحرين تخيل فهي طفرات ثقافية تلف في العالم العربي ما أدري إسباب الظروف بس أنا قلتك مثلا لعشرة كان فقط بس مجرد وجود قرية مفتاحة وأمير عند الوعي اللي 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 من خلاله هو أظهر كل اللي اللي أنت ذكرت أسمعه ماذا لكلهم ترى بس بمجرد أنه جاء أمير يملك الوعي والمعرفة والفكر وحط انفرستركشر صغيرة وبنية تحتية بسيطة وناهضت بالمنطقة إلى الآن يعني لازالت يعني ما ساعدت بس أفراد المنطقة كان في يعني أنا أول مرة لتقي فناني من البحرين هناك فناني من الإمارات هناك فناني من مصر هناك فكان هو مو بس تبني مبنى وبس كانت المبنى والبرامج اللي يساعد يعني ماللي كان قائم الملف الفقافي هو الله كان مباشرة من الأمير يعني نذكر أن الأمير شفته الأمير خالد والأمير تشارلز كان يرسمون واحد في ستوديو يظهر تسعة واحد في ستوديو وعشر بس مجرد وجودهم قدامك في الستوديو وانت صغير طبعا هذا هذا كيد هياخذ حيز كبير من ذاكرتك يعني في المتأحسيت أنك خلاص الحين عبد الناصر بيتحول إلى الفنان فقط فنان هي يعني شوف أنا مثلا من الثلاثة التسعين إلى الفين وثمانية ما كنت مقتنى تماما في اللي قاعدة قدمة كان كلها عبارة يعني كنت أقول في بالين لو كلها يعني كلها عبارة عن دراسات وتطوير ذات وتطوير مهارات ويعني بحث معرفي في التاريخ الفن وهذا اللي ينصح فيه الشباب صراحة لأنه فيه فيه عجلة غير طبيعية يعني فيه عجلة غير طبيعية أنه الناس طبعا تصير في يوم وليلة فكنت أنا باينتر أساسا يعني كنت أرسم على لوحات وكذا وبعدين لما وصلت 2008 ألغيت هذا كله يعني نسفته كله وبعدين بدت أحس أدور نفسي على العالمين يعني بالذات أنه مثلا مفهوم اللوحة يعني لدي مشاكل كثير مع الفنانين بيزعلهم مني شوي بس مفهوم اللوحة هذا مو من عندنا أساسا يعني اللوحة هذه اللي تحط على السنان هذا مو حقنا هي جتنا بمفهوم أوروبي كانت في فترة المودن المودن اللي هي اللي هي فترة الرينيسانس هذه النهضة الأوروبية اللي كنا إحنا والهند والصين مقطوعين عنها تمام فما لدينا علاقة فيها أبدا بس أنا أقرب للقط اللي كانت النساء تزخري في البيوت العلوات الشعبية اللي هؤلاء الفلكلوري يعني هذا اللي أنا أقرب لي ف في 2008 وقفت وذلك أكتشف وش اللي صار في 2008 يا أخي يعني وعي الإنسان يكبر وقلتك كان تأثير الإنترنت أقوى بعد تأثير الإنترنت صار المفتاح للسفر والزيارات يعني أذكر أنا أول ما تخرجنا أنا والشباب من الكلية اللي طلع كاميري واللي طلع تعرف الشباب أول ما نطلع يعني أنا خد ورحت معهم وخدت قرض وهما توقع سيارة فرحت لندن قعد شهرين بالقرض هذا علشان استجرت شقة وقعدت أقرأ كتب فاتتني وقرأ شيئا كثيرة كانت يعني وروحت استوديو فيزيت وروحت وروحت متاحف كنت أحلم فيها طبعا وروحت وصرفتها كل في ذيك الشهرين يعني كانت كانت جولة على المتاحف اللي فاتتني ومرحلة العمر اللي اللي ما كان عندي الإمكاني أني أسافر وجب طبعا أدوات وعندمادات وتحتاجها متى طلعت من العسكرية من إيش يا حبيب من العسكرية 2013 2013 يعني 23 سنة يا رفيا توقعتها قبل بس يعني هل كان قرار خلاص بالنسبة لك بسيط لا يعني هو أنا يعني بكون صريح يعني هو كان يفترض أن يطلع قبل بس أنه مثلا لقيت دعم غير طبيعي من وزارة الدفاع أكثر من وزارة الطبع فذيك الفترة فكانت وزارة الدفاع فرغتني لممارسة الفن اللي أنا فيه لمدة ثمان سنوات وقالوا لي اختبر نفسك وشوف هل أنت يعني هل أنت بتقدر يعني يعني تغير الكارير حقك أو يكون مهنتك إنك تكون فنان فأعطوني يعني تفريغ براتب كل شيء لممارسة الفن وحتى السفر للخارج كان فيه طب وش اللي خلقت تطلعك تدرج إنه خلاص يعني أصلا تحتاج كل ثانية في يومك يعني ما عاد ما عاد حتى نفسيا أو ذهنيا تنشغل بأي شيء آخر غير الفن بحكم إنه يعني قلتك والعمر لها أكيد دور بحكم إنه صار أنت منواجبك فنان ولازم تمر المعارف هذه اللي أنت تعلمتها للجيل اللي بعدك طيب على الجيل اللي بعدك أحسك بشي كذلك قلت إنه الواحد اليوم يقوي يصير فنان بين يوم وليلة هو هذا اللي جايز يصير اليوم طبعا يعني هو ما هو أسف الفن باي ذا وي هو في كل الحالات يعني صارت السرعة يعني السرعة صارت هي قيمة البقاء الأولى يعني يعني مفروض أنك مفروض أنك تكون سريع قد ما تقدر وهذا يغلق يعني يخلق جيل هش و و ما يقدر يصمد في وجه العقبات ولذلك معاي غلط ينتهي على طول بينما لو كان ينبني بالتدريج هو يعني ويغلط عادي يقدر يعيد يعني مرة ويرجع فالخطورة هذه أن الناس تحطوا الصراحة هي قيمة البقاء الأولى لهم يعني اليوم أنا فنان تخيلني كده وش اللي بتعطيني وش اللي مفترض أني أسوي كنصيحة وش اللي مفترض الحين أني أسوي عالشان نصي الفنان جيد في وجهة النظرك ما شوفوه لو في نصيحة كان نصحت عمري يعني كانت ترقاني أول واحد لأنه كل واحد لا لا حياتي لا لا توقع اليوم كم صار لك في يعني من يوم طلعت من ثانوية 23 سنة 23 سنة طيب نحن لك 23 سنة تعلمت أشياء فيه أشياء تقول هذه لوني تعلمتها بأدري كان خلقت هذا الشيء المهم بالنسبة لي كفنان هذا اللي جعل الفارق يعني أنا أقول لك أنه يعني فيه مشاكل في بناء الكرير يعني أنت بتبني مسار مهني يعني فما هو يعني أنت طلعت من مرحلة الهوية السوري من مرحلة الهواية وتبقى تصير professional يعني ترى زيك زي الطب زي الهندسة كم هياخذ الطبيب سبع سنوات الهندسة كم هياخذ ست خمس سنوات هو هو ما لازم يعني الدقري كويس إذا حصلت على شهادة هذا شيء كويس بس بس بناء بناء فنان أو بناء خلينا نقول خط الفنان مستحيل يقل عن عشر سنوات مستحيل طبعا أكيد فيه ناس جينيس يعني فيه ناس عباقرة لأنه صارت حتى شوف فيه ناس تستشهد بأمثلة ما واقعية حتى الجهات حكومية تستشهد بأمثلة يعني يقول مثلا زي شوف حق أمازون طب أوكي هو واحد ولا شوف حق مثلا بابا هذا علي بابا حق طب هو واحد في السبعة مليار يعني لا تحط لنا مثال هذا استثناء بس أنت مفروض وبعدين مو لازم الناس كلها تدخل زي بيسوس ولا زي هذا حق علي بابا ولا هو ويفر ولا حكتسلا يعني يعني نحن نبغي 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 ناس لهم كرير يبدأ بخمسة لاب ثمانية لاب ستة لاب يعني فهم قصدي فالمعدل الأفريج عشان تبني فنان عنده خطاب مستقل لا يقل على عشر سنوات عشر سنوات من وش المفترض أن يصير يعني هل هو اليوم أفضل شيء أنك تجلس في ممارسة في الاحتكاك بفنانين زيادة الثقافة والوعي في يعني مناحي الحياة المختلفة وش بالضبط يعني هو كل اللي قلت بالضبط يعني هو كل اللي قلت يعني تقرأت تاريخ الفان يعني من 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 الفرانة إلى كل تاريخ الفان لأنه أنت تمشي في تايم لاي معين يعني فما ينفع عبد الرحمن أنه مثلا يعني أنت أنت في الصوت مستحيل ما ما تروح تقرأ من وين بأسطف الإذاعة أو أي برنامج مستحيل ما تروح تقرأ التاريخ الإذاعة وليش الإذاعة وليش التلفزيون وليش هذا الجزء اللي هو الجزء التاريخي الجزء الثاني اللي هو زي ما قلت اللي هو تطوير المهارات هذا الشحض المهارات هذا مهم أنا أتكلم عن فنان مش ارتزان مش يعني لا يعني مثلا في فرق بين الكرافت الحرفة والفن شه الفرق الحرفة هو تركز دائما فقط على شحض المهارات كم تقدر ترسم هذا في أي وقت بتفاصيل أدق إلى آخر الفن مختلف تماما وهذه مشكلة خطيرة الحين الناس طائحين فيها أنهم ما يفرقون بين الدزاين والأرت يعني أنت في مجاة أنت لازم تعرف أنت أصل وهذه ما تقدر تعرفها من أول تك عشان كذا تحتاج وقت أنت عشان تكتشف نفسك أنت فين كويس أنت في الدزاين ولا في الأرت خلني عرفوا شو الدزاين أو التصميم وشو الفن يعني أعطيك مثلا الأرسي هذه ثقافة السورية كلية الفنون مثلا الملكية البريطانية حلو مبنى الأرت الفاير أرت مبنى كامل الشي يشمل يشمل الباينتين وال يش سمونا البيبر بلس هذا اللي البيبر بلس يعني الشي يدوي والإنساني اللي العلاقة بالباينتين بالبيبر بلس اللي يطوير العمر السكوبشور اللي هو النحط هذا اللي هم الديزاين اللي هو الگرافك ديزاين واللايتين وهذا هذا كل لا فالمصمم لسي بضرورة فنان لا هو أول شي ما علينا من هذه يعني أنت تعرف نفسك أنت وين وين أنت كويس أنت في الفن كويس ولا في الديزاين كويس ف الفنان هو يخلق منظور يخلي الناس تشوف من خلاله الديزاين هو أقرب أنه يخلق اللغة اللي هو يسمونا في جوة communication لغة بصرية يعني والله عبد الرحمن عندك مؤسسة تجي عند المصمم مش عند الفن تجي عند المصمم تقول لها اسم أنا أبغى أوصل هذه هدافي هذه رسائلي هو هو يقوم بالدور بالنياب عنك اللغة البصرية هو ينفذها بالنياب عنك الفنان اللي تجي تقول لي يقول لك لا يا حبيبي أنا عندي فكرة يعني فهمت فهو فكرة النفس فأنت لازم تعرف أنت في أي منطقة عشان عشان ما متى مفترض أنك تعرف في الفترة دي العشر سروات اللي يقول لك خلال البناء خلال البناء لأنك هتأخذ فيدباك من الناس وحتلاقي نفسك يعني أنا في الديزاين ما أعرف تقول لها صمم لوجو ما أعرف بس تقول لي بالله شفنا لوجو أقرالك عن بداية اللوجو والإيثنتيتي وأساعدك في خر يعني ونعطيه الديزاين هو ينفذ على طول فهذه خطيرة النقطة هذه لازم تعرف أنت في الديزاين ولا في الارت يعني الارتست يقدر يشتغل مع اركتكتور مع اركتكتور يعني هم معماريين يعني عندنا هذا المبنى مدريش يبدأ الارتست بس هو ما هو اللي يعني يعرف كم الضغط وكم الحجم وهذا المادة خارجية ولا داخلية وهذه يبقى لعبداء فيعطيها فأخي يعني هو يعني هذه هذه اللي عشان كده نقولون فترة مهمة عشان تكتشف نفسك من وتعرف انت وين 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 تلقى كم نسبة الناس اللي يعرفون اليوم مصنفينهم فنانين يعرف مو كثير أبدا وهذه أول يعني ما أنت أشوف أعطيك على سبيل المثال أنا أكلمتك على الكليات أنه الفاين أرت غير الديزاين يوصلون للمبنى كامل تروح للأرتفير المناسبات الفنية حلو تلاقي المودن المودن اللي هو اللي يرسمونها اللوحة تلاقي الكنتنبراري سكشل الكنتنبراري وتلاقي يا طويل العمر الديزاين فتروح الأرتفير حق حق فريز حق لندن فيه المودن ما بنى مستقل فيه الكنتنبراري فيه البعدة اللي هو حق الديزاين تروح بازل تلقى نفس الشي بازل عندهم نفس الشي تروح ميامي تروح مقسر عشان ما يتهون الناس وانت تعرف الديزاين طبعا هم أقرب للفرنيتشر والإعلانات يمكن هذه كده عناصر رئيسي طيب هل المصمم بالضرورة فنان؟ أو كل فنان كل مصمم فنان؟ لا ما انت يعني بتتوح فلسلة هذه يعني ما تقدر تلاقي بس انت المرة تعرف انت وين البيئة الكويسة بس تروح تشتغل كفنان أرتست وتقدر تشيل المسؤولية ولا تروح تشتغل في 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 مؤسسة وتشيل ديزاين يعني هي ما يعيب على فكرة خلني أفهم الفنان أكثر أحس ما أنك فنان صح صح أنه في نفسك فنان يعني إن شاء الله طبعا ما أطلبك طلب إنه أنا أطلبك طلب إنه نحاول يعني نحاول نعرب المصطلحات ما ستطعنا طيب لا لا أبدأ مشكلة ما هي ألاحظ المشكلة دي إن الناس تأخذها ليش مثلا أنت ليش السبب لك تطلب التعريب ليش أنا أطلبك التعريب إيه يعني إذا واحد يسمع ما يعرف إنجليزي شفت هذا اللي يسمع ما يعرف إنجليزي أسأل عن برشلونا يحفظهم لعب لعب وهم إيطاليين واسبان لا لا ما يعرف اسم والله ما أدري يعني ما تيجي تقولي ما أدري ما أدري ما تقولي لا لا بالعكس أنا ما أبراها تكون عقابة لا لا شوف ما أعرف اسم بس ما أعرف لا لا حاضر من عيوني بس والله أنا ألاحظ إن الناس يعني حطين حطين اللغة لا ما شرط على الفكرة يعني مخل إنساني وزي ما ضربتك مثال بالألفور الكورة ما أعرف إنجليزي بس تلقى أعرف كل أسماء إيطاليا وفرنسا ورجل لما أحبها أنا أعرف اسمها الفنانيين بس ما أعرف المفاهيم الفنية حاول حاول يعني ما علي من عيوني والله بس ما هو يعني بعضها ما تتعرّب ما علي إذا وصلنا للسلم رحلة سهلا مسموحة مسموحة طيب في اليوم الفنان يعني أعرف للفنان أحس إنك بشيك سطعت أول يوم أني عارف من خلالك وش هو المسموحة حرم سيفنا شوف هو الفنان الحين يعني بصراحة صار يتقاطع مع كل مع كل العلوم مع كل مع كل العلوم الإنسانية وحتى العلمية يعني مثلا السيليكون فالي تخيل عندهم رزيدنسي الفنانين يبقونهم معاهم في السيليكون فالي أي آي هذا الذكاء الاصطناعي حلو الذكاء الاصطناعي لازم يعني هم عبارة عن مهندسين بس لازم يأخذوا الناس في المحامة وفلاسفة يعني مثلا يعني واحدة وحدة من المصاعب اللي إنه إذا صدمت السيارة وكان يعني مو السائق اللي هو الراكب في السيارة اللي هو يملك هذا صاحب الرجالة ذاتي فيقولون إذا السيارة كان قداما خمسة أطفال حلو وفيها راكب واحد اللي هو المالك الحم من يضحهم بالخمسة الأطفال ولا بالمالك فرجعوا للفلسفة والحقوق للإنسان فالحين قصدي أنا بالفن إنه صاري تقاطع مع كل العلوم وزي ما قلت لك الأشياء الحديثة فالفنان هو اللي اللي يستطيع بصراحة إنه يبني مفهوم جديد يضيف يضيف للبشرية يعني يعني أنا بجيب مثال لكن يعني الحين ذاكرة ما تسأفني لكن لكن الفنان هو اللي يبني منظور خليه نقول مفهوم ومنظور يخلي الناس طالع من خلاله يفتح منظور جديد يعني زي يعني أنا أقول لك مثلا مثال ثاني بس بعيد شوية يعني أنا دائما نتكلمون عن أعمال حقتنا فيها يعني فيها جدلية وكذا يا خويش أغلق من جدلية يعني مثلا بس صدقني ما هو جدلية هي أشوف يعني عندك مثلا عندك التابول اللي هو المحرم بعدين هذا الجدلي بعدين عندك المسكوت عن أنا أشتغل في المسكوت عن المسكوت عن يعني أنا بأطيك هذا هذا مثال جيد يلا عشان أقول لك أني أنا طلعت من وين أنا بديت المنظور اللي قاعد أشوف من الأمور السكوت غير الصمت السكوت هو شيء أنت تضطر أنك تسكت عنه يا بقرار شخصي منك تقول أنا بسكت ما بقوله أنت أخذت القرار أو أنه في ظروف أو جهة معينة فرضت عليك أنك تسكت الصمت لا هو مقام حياة مقام حياة تمام لذلك مثلا عندك في الإسلام لا تكاف هذا هذا صمت هذا السكوت سوري صمت هذا صمت لأنه مقام حياة تبعا تعيش المقام زي المديتايش الذي مدري الشي اليوغا والأشياء فهي موجودة الأشياء هذه الصمت فهو يتبع المقام حياة نجي للمسكوتان المسكوتان هو خطاب كلامي خطاب يعني سوري هو جهاز كلامي يمشي مع أي خطاب يعني أنت الحين تقول لي خطاب ديني في ناس ساكتة في آلة كلامية قاعدة تدور بس الناس ساكتة ما تناقش ما تقول لذلك المسكوتان يعني تتابع الخط الزمني حقه حلو تلاقي فيه ثقوب هذه الثقوب هي اللي تنتج المواضيع الإبداعية وأغلب المبدعين يطلعون من المسكوتان طيب شفت المنظور بس اللي جبت لك إياه مثلا يعني هذا بدت أشوفه الأمور منه طيب اليوم تقول كذي على أعمال كذي بناخذها بما نحن نتكلم عنها الحين يعني كذا فيها يعني عادة أعمالك كذا فيها تصوير لسلطة الدين أو حتى السلطة واستغلال هذه السلطة يعني بشكله بآخر وش اللي خلق تختار هذا الأسلوب يعني هو هذا اللي موجود يعني هو يعني أنت شوف مدام أنت تمارس الفن المعاصر أنت يعني تمثل المرحلة أو الحياة المعاصرة اللي أنت تعيشها يعني قضاياك اليومي يعني إنتاجك الفني يظهر من خلال عقلك المنبعث اليومي اليومي هذا ما أرجع على شيء تاريخي ولا على شيء في المستقبل اللي اليوم أشوفه وأحسه من خلاله يبدأ يتطلع على العمال هذا وزي ما قلتك يعني هو شيء موجود بس مسكوته عنه فأنت تقدم أنت كفر لان لأنه الناس تحتاج تحتاج الناس تحتاج أشياء كثيرة بس ما تعرف كيف ما تعرف الشيء فلما يلقوه أن أنت مقدم مادة أو عمل ويتحول لمنصة ومن خلاله يبدون يتناقشون أنت رحي سويت اللي عليك كارتست فإنك تحول حم عمومي لقطعة فنية ويبدون هم يتكلمون عنه ويصير منصة للكلام وهذا يعتبر إنجاز بالنسبة لي طيب هل تتوقع أنه اليوم الأعمال والصورة تعطيك مساحة من الحرية أكبر من الكلام النص أنك تطرق أشياء مسكوتة عنها أنت لازم تحدد بالضبط تشكستك بالنص النص الأورال الشفاهي ولا الكتابي الكتابي يعني شوف هو يعني دائما نقول للفنانين أنه أنت بها ليدك يعني يدك يعني يعني شوفت قراءة الكف هذه خطوط اليد أنت قاعد تشيل خاطة روحية يعني قاعد تشيلها في يدك ودائما اللغة والأفكار تتقدم عن طريق اليد أفضل من الفم يعني أو من الكلام يعني دائما لأنها تكون مركزة الفكرة وأخذت وقتها ونحطت بتأني يعني أنت كايش كان سورك عبد الحمارش أنا شطحت بسينا نقطة ممتاز الحين أنت اليوم لما تسوي أعمال وتكون كده فيها رمزيات هس كل أعمالك رمزية حابرة فيها تعطيك حرية في أنه إذا فهمت تمام ما فهمت أنا ما قلته إنه عكس الكلام اللي أنا مقول لا لا شوف يعني شوف فهل تعطيك مساعدة حرية إيه للحرية التعبير يا سلام عليك يعني هذا شوف نقطة مهم أول شيء الحين يعني إذا تشوف إذا العمل الفني مبني على على الفهم غير على على العمل الفني لما يبني على الإقناع يعني يعني إذا حين لما أعمل أمل فني راعي أو أشوف الموضوع من منظور أنه أنه هذا العمل مبني على تفاهم رح يسير من خلال الحوار اللي حيسير بين المتلقي والعمل ولا ولا بين المتلقي ومتلقي ثاني ولا أي موضوع يخلق هذا العمل فهو مبني على الفهم ليش هو المفروض يكون مبني على الفهم لأن الفهم متغير مو ثابت لما يتطور جيل معين لما هيكبر الفهم معه لما تتغير ظروف حكومة وظروف دولة ثانية الفهم برضه هيتغير معه بس العمل والأفكار هي الثابتة بس أنه من البداية هو based على الاندرستاندين على أن الناس تفهم أو يحرك فيك أجهزتك المفاهيمية اللي لها علاقة بمرجعياتك لها علاقة بالمعنى عرفها اللي انت تعلمت منها حتى لها علاقة انت موظف فيه يعني اتذكر لما عملت عمل الختم وكان ضد البيروقراطية في ذيك الفترة يعني الموظفين الحكوميين يقولوا يعني هذا غلط واني شف تخيل لأنني كنت أحس أنه عشان خلفية الحكومية يعني يحس الختم ذا مهم بس تجي للمواطن أنه تبهذل من ذا الأختام ومن ذا المراجعات ومن ذا البهذل فشفت كيف كان واحد معه واحد ضد وبس بدأ النقاش أنه لا البروقراطية هذه قاعدة تأخر ما تأخر فهذا اللي انت اللي هو خلق الحوار وحلق يسمونها statement أو إفادة أن الناس تطلع بإفادة هي كويسة ما هي كويسة ما هي مسؤولية هو هذا اللي طلع بإفادة يوم شاف هذا الشيء هل مفترض الفنان يحمي الرسالة؟ يعني شوفانا دايما يعني دايما أسمع هذا الشيء أنه الرسالة أعتقد أنه لا يختار الرسالة أعتقد أنه يقوم بالأعمال المطلوبة منه والرسالة راح تجي وتختارها إن فيه ناس يقولك أن الفن لأجل الفن وفيه ناس الفن لأجل الرسالة التي لازم أحملها وفيه كذا وكذا يعني فيه حتى العدمية اللي طلعت في الفن ففيه فترات بس أعتقد أنه الحين لا الفن هو يعني الفن هو يكون الوعي العام للناس يعني يساعد وهو أداة قوية وحتى تشوف حتى الآن الحكومات بدأت تستخدم الفن وفيه نشر أفكار فيه نشر قيم فيه حتى التقارب بين بلد وبلد صار الفن ذراع للحكومة في اللي يسمون الثقافة الدبرماسية وأنه يعني تقدم أصلا يعني هو ميزة الفن أنه ممكن يختزل ثقافة مجتمع وشعب في معرضة وفي عمل والأفضل أو المميز أنه لغة بصرية في الناس ما تحتاج مترجم عشان تترجم مسأليه لغة عالمية؟ هي طبعا كل الناس تفهم الفن البصري لغة عالمية طبعا بالأكس إحنا سنعيش فيه في عصر الشراحة البصرية يعني إذا ما تشوف يعني لاحظوا الناس يعني كم الإستقرام يشوف كم صورة يشوف اليوم كم بوست كم تويتر فسنع نعيش في عصر الشراحة البصرية حاليا فالمفضل أنك أنت تلحق وتكون يعني تكون تساهم في تكون جزء من هالشيء اللي يكوني الوعي الكوني اللي عند الناس يعني إذا جبت فكرة جديدة فورا حتستقبل طيب اليوم وش أقرب أعمالك كده إلى قلبك الله ما يعني هو ما فيه شيء أتقل لي أولادي كله يعني يعني لا والله هو كده العمل يمكن هذا اللي خلى الدناصر يعرف العمل هذا اللي كده فهمتك لا لا هو أكيد يعني أنا بالنسبة لي هو أول عمل سويت اسم الصراط هو كان يعني يعني كان تجربة فعلا روحية وشخصية أول عمل أنا حسيت إنه أنا فعلا في لها فيديو ولا شيء إيه لها فيديو لها صور حب نحطها شكرا أني أعذر لي وقتا هي المفترض اللي اللي يتفرج وفترض فيه الحين فيديو شغل أوكي أوكي بس اللي ما يتفرج اسمع ماذا إذا تشرح لي هو كبري مكسور في أبها يعني هو كبري كان عندنا في أياما طار جات في الأيتيز وفي الثمينات وانكسروا الكبري وقرية يعني كانوا يتوقعون أنه القرية كانوا في الوادي في يوم جاء المطر جاءهم أنه لازم يروحون على الكبري فوق يعني قوي الكبري والكونكري يعني السمنتي الصباب يحميهم فجاء سهيل وشلهم كلهم اللي على الكبري يعني شوف كيف المأساة لأنك سلمت مخك بس مجرد تسليم المخ فبعدين جاءت فكرة الصراط طبعا هو من ثقافتك اليومية اللي أنت تكرر مثلا ثلاثمائة أربعمائة مرة في اليوم وتعريفها وشو الصراط وكيف تطور مع الأيام وهل هو مسؤولية كنت الشخصية يعني الصراط أنت تقول لحالك طيب هذي مسؤولية الشخصية طيب أنا ليش أعيش مثلا طول حياتي في كتلة وهي اللي تسيرني وبعدين فالأخير أبقى الحال ويقول أنت مسؤوليتك فكان هذا هذه الأسئلة اللي كانت دور في رأسي طبعا اللي قبل هذا اللي قبل هذه إنه طيب الطريق هذا كيف تشوفها وش هو العامل الإنارة أو النور في حياتك اللي هو بينور لك طريقك يعني كانت كل أسئلة شخصية يعني حاولت ألخصها في ذلك العمل يعني بعدين جبت مجموعة أغنام ومشيت على الصراط عشان تطيح مع الكبري ما تضاحت صار عنده وعي على أنه رجعت فيعني هو بس إنه كان هذي أغلب أغلب العناصر الرئيسية في العمل يعني هذا كان عن كم؟ والله بديت في 2003 ونهاية 2007 لإني ما كنت ما كنت تعرف وين بنتهيب كم عدا يأخذ منك العمل الوحيد؟ تأخذ وقات يعني بعضها سبع سنوات ثلاث سنوات بس يعني هذا فيه عندك أعمال طويلة المدى وفيه أعمال يعني يومية فإنت لازم تقسم بين أعمال تحتاج يعني وقت تعطيها وقتها وأعمالها عندك أفكار يومية تقدر تسوي له هاي كم متوسط بس المشاريع المشاريع تأخذ متوسط لأعمال عادة يعني للفناني شهر ما أعرف والله الفناني بس يعني سبع سنين يعتبر عادي نعم عادي جدا يعني فيه ناس وهي أكثر كثير طيب وش مصدر الدخل عادة للفناني ذا كده والله يشوف يعني هذه هذه مشكة ثانية هو المصدر الدخل يعني هي تقسم السوق الأولي والسوق الثانوي السوق الأولوي السوق الأولي والسوق الثانوي هي والله ما ودي أدخل في التواصيل عشر ما ولو ودي أنقص عرفت ف مالا هذه خطة مصد ساح يعني مثلا السوق الأولوي هي تبدأ من من الاستوديو استوديو حقك من خلاله من الايجنت الايجنت ما عندنا هنا عندنا ما عندنا الايجنت الايجنت اللي ما عندها قال لي ولا بس النبي يبيع شاطر يعرف الارتست كويس ويثقون فينا يعرف قال عبد الرحمن الفنان يجيني أنا مثلا المقتري أعرف بس ما عندنا كاني أنه يبني قالري ويدفع فواتير كهرب ويجيب وضوفين بس المشاطر ما عندنا ما عندنا الأسف في الحين فعندك قلتك الاستوديو حقك استوديو حقك المفروض الايجنت في شيء يسمى البروكر البروكر اللي السمسار السمسار هذا يكون مسؤول عن مرحلة يعني تقول لأنت عبد الرحمن بالله يدور للسرياليين هذا ولا بس فهو يعرف السرياليين كويس الله يقول لك والله واحد في المدينة من الورق سريالي كويس فهو تلقاه يختص بمرحلة طيب شوف لي واحد من المعاصر يعرف مثلا البروكر فاستوديو ايجنت بروكر اللي يجمع اللي هو الجالري فيه جالري جالري انت مو فين عنده جتران ضيفة عنده كونتاكت يشارك في كل ارتفير في العالم يعني مثلا تروح التقويم الفني العالمي كل اسبوعين بلد مثلا فريز لندن فيهاك باريس بعدها بسبوعين بعدها هو يرتب الارتفير بحسب الدول يعني ليش حطوا فريز قبلها بسبوعين بعدها فيهاك لان لندن جم فرنسا طيب ليش حطوا مثلا ابو ظبي ارتفير بعد شنقهاي اللي هو في الصين لان الناس تيجي ترانزيت من شنقهاي على بوظبي فيخلصون مثلا الويست بونت هذا حقهم حق شنقهاي فيرجعون ابو ظبي يريحون يومان يشوفون ابو ظبي ارتفير بعدها اللي بيرح اروبا يرجع اروبا اللي يروح لها يعني صار يعني نظام اقتصادي فما تيجي انت تتألف نرجع للقلري هذه من مهام القلري ارطيتك بس مهمة واحدة انه ياخذك غير انه يعرض لك في القلري حق المحل ما هو موجود لا عند جدول إذا هو إذا هو كلاس يعني هذا جدول ما يوقف ما تشوفه طيب كم معرض عندنا مسادي او قلري والله يعني واحد بس واحد اللي الحين كويس واحد صراحة اسمه اثر قلري في جدا وللأسف كان عندنا في الرياض ثلاثة وقفلت هي مشكلة ثانية لا تدخلنا فيها لأنها مشكلة ثانية بعد لا خلني عارف كنت يعرفها لا يعني 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 فهمت رماء كملنا لول عشان خف ندخل بنسارفة بنسارفة فمثلا خلصنا من القلري اللي هو السوق الأولي السوق الثانوية اللي هي السوق الثانوية اللي هي السكندري ماركت اللي هي المزادات هذه انت مارك دخل فيها كفنان هذي يتير بين القلري وبين وبين هذول السوق الثانوية ويعني عندك واحد اثنين حلو هذي انت تقول من نجات الفلوس الفنان وقلنا من القلري خلال البيع المباشر للقلري وخلنا السكندري ماركت هذول الثانوية اللي هي من خلال المزادات وهذه الشغلة ثانية من خلال الفاونديشن أو الفانت الفانت اللي يعطوه يعني فيه عوائل مثلا يعني كل الرينيسانس هذه نهضة بواحات أوروبا آيلة واحدة اللي اللي دعمت كل الفنانين وكل المصممين والأركتكتر آيلة واحدة اسمه مديشي هم هم اللي بنى النهضة الأوروبية كلها آيلة واحدة تجار اسمه مديشي هم اللي بنى وكل تعالي اللي هم يعني 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 بعد القرون الوسطى دي جاءوا واحد اسمه دانتي شاعر سوى كوميدية إلهية بعدين كل الفنانين تأثروا بالكوميديان اللي هي بدوا يرسمونا في الكنائس فلورنس هذا مايكل أنجلو كل الأدفين شي ذو وكلهم هم كانوا عايشين مع مدي في محل واحد فلورنس في إيطاريا جو مديتشي مسكوا الفنانين ذو ولا قالوا اسمع احنا نعطيك الدعم انت بس سوي يعني ما كان يسوي مايكل أنجلو بدون فلوس شفت الحين البيترونيج هذا اللي هو الرعاة كانت في الأول بحكم العبودية الفراعنة كانوا فنانين يسوون بس بيش بالعبودية بعدين جو الرومان وبرضو نفسها بالعبودية إلين بعدين لما جود ذول بديتشي صار الفنان يوقع اسمه وصار يأخذ هو الكريدت هناك أول الملك هو اللي يأخذ الكريدت أحيص صار الفنان يأخذ الكريدت يأخذ وقته يأخذ حق على كل شي يأخذ فساهمه في الطب في الأركتك في الأبواب في المنحوتات فعائلة واحدة هم اللي دعم الرينيسانس كامل لذلك موضوع البيت سكتر والقطاع الخاص مهم في الفنون يعني مو بس حكومي فانت حكومي لا فانت حكومي وقطاع خاص هل هو قطاع خاص ولا مؤسسات غير ربحية هم هم أي بالضبط هم القطاع الخاص جزء من مهامهم اللي هي الأنشطة الغير ربحية فهم يسوون مؤسسات غير ربحية تدعم هالنوع من الفنون وفتفرص للفنانين ويعني تساعدهم المتاحف وين هي منها الدائرة كلها اللي انت سرعت الحين خلصنا من السوق الأولي السوق الثانوي البيت اللي يجري لهم ويدعمون الانستيتيوشن الانستيتيوشن هم المتاحف البيانيال هذي ما فيها بعوشرة هذي فيها أنت بتمثل يعني في مثلا البيناري فينس فيه البيناري قسمين أرسنالي أرسنالي هذا كوريتر يجبونا فينس يختار من العرب كله وفيه القردينيا هذه مباني السعودية عندها بيفيليون الأمريكا عندها بيفيليون كل البلد عندها بيفيليون يمثل ويصير يعني مثلا فنام عندهم ويمثل البلد يعني بطريقة وباختيارات فشفت كيف صار النظام جدا مواقد للأسف شفت هذا عشان تفهم بس الدائرة شفت كم سنة جزء من العشر سنوات عشان تعرف انت وانت يمش زيني حسن في مشكلة الحية ماللحين إذا انت مفترضا الشكل الأمثل للفنان مم إنه يلقعد فنان صح؟ حول ما يبيع ما يشغل أهم البيع في سمسار في عميل في متاحف في نظام في نظام منظومة كاملة طيب إذا ما فيه إذا ما عندك هنا أهزم ما فيه بالضبط إذا ما عندك هنا فأنت تضر تعمل كل شيء سمسار تتحول المؤسس لا لا هي نقول المشكلة ما حد تشتغل انت تشتغل لين تعب تعب الفراخ هذا لين لين تنخلق البناء التحتية وكذا وزينا زي الآخرين يعني يعني فيه ناس زينا لا زالوا وفيه ناس يعني مثلا أمريكا الجنوبية في أفريق يعني في دول الهند توها يعني نشوف حضرات الهند يعني بس في الارت لسه شوي في الارت يعني توهم بدين يصير عندهم دلهي ارتفير عندهم كوتشي بنالي توهم السرطين يعني ما نترى السرطين يعني توهم يصنون بنالي توهم عندهم ارتفير كيف البنالي للشارع بس فنانين هم أورادي واصلين فهمت قصدي طيب حتى فنانين أورادي أي يعني هو هذا المهم هو هذا 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 أصل كل شي فيه فنان وفيه فيه كونتنت الباقي ما عليك الباقي سهل الحكومة تسوي أي أحد يسوي بس من هنا جيب المبدعين يعني أنا شوف دول عندها كل الانفرستار عندها البنى التحتية وعندها أجمل واستقطاب طيب فيه أحد محلي والله ما فهي موجودة من إذا لقيت هنا شيء كويس بتلقى ما عندهم وإذا لقيت هنا أنا بقي فيه طيب كيف وضعنا اليوم اليوم ظهر كم رحى وزارة الثقافة سنتين ممكن كذا كيف اليوم تشوف الشغل والله يعني يعني ما يعني ما ودي أجامل بصراحة ولا ودي أكون بتدري خلني أصارك نفس السؤال نفس السؤال ما أنا معهم أيه لو عبد الناصر غارم تخرج من الثنوية ذا الحين بيفرق شيء؟ ايه طبعا بس ما لدخل زارة الثقافة هو يفرق البعثات اللي كان اللي صارت مؤخرة آآ الانفتاح اللي صار في يعني شوف يعني عشان تذكر كل شيء وتكون تكون صريح مثلا بس مجرد الرؤية اللي جات وإنها تحمل يعني بالنسبة لي أنا كيف أشوفها أنا تحمل طرق عناصر التنوير اللي فيها يعني التنوير يمكن على واحد في سني يكون تنوير عريف شوي على نحن الكبارة اللي يريد بس إن التنوير هذا أنصر مهم ومطلب هو هو اللي 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 فكك كل العقد اللي اللي سببت شلل اجتماعي للناس وقفت المبدعين من إبداعهم وقفت يعني حتى المرأة من نات مارس يعني نشاطها وإبداعها يعني كانت كان في زي الشلل في في بعض فئات المجتمع ويمكن أغلبها فهذا التنوير هذا اللي لقصدر بالتنوير برضو كان في شيء يعني وقفت يعني كانت في أشياء واقفة ليش ما دي يعني زي البنقراطي اللي كنتي على بها الختم يعني إشها لازم بقى من خلال من خلال إجراءات وطلبات يعني مستحيل تصير فصار هذا صار في سريان وجريان في الأفقار وفي الدماء الشابة اللي طعمت فيها الوزارات وإلى آخر والأب ديكتين اللي صار في تحديث يعني أنا أنا مستوى الشخص أنا أكثر واحد يعني يعني ما يرضى بالسهولة عرفت بس لا ما تستطيع تنكر يا أخي من مستوصف الحي عرفت من إجراءاتك من مستوصف الحي إلى مراجعاتك الحكمية إنه صارت يا أخي من اللي ينكر هالثلاث أشياء اللي صارت فهذه هذه عوامل هذه عوامل لا تقول لي أنا يوم تخرج من السنوي قبل الحين أكيد لو أنا متخرج أكيد أكيد هتفرق أيضا لم يفتح بلقى أني ما عندي أفهم من هذه تغييرات مهمة بس على نطاقة كنت كيف عنها يعني بتطلع ما عاتي كلية معلبيين بتقول لك لا تدخل يمديك ترسم صحيح يعني لو كلية معلبيين يمكن ما يرفضونك عشانك رسمت وجه بس بس وش غير يعني 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 ما في في كليات مثلا في جامعة نورة يعني اللي فيها التصميم بس هذون هم صميمين مفنانين لا عندهم فنان عندهم قسم فن وقسم صاد لا لا يعني أنت شوف أنا ودي أعرف الحين ما بطيعك يعني ما بطيعك أولي لا 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 أنا قصتي شوف أول شي نتكلف حق الكامل يعني أنت مثلا ركزت على فنان بس أنا قاعد أشوف الحق الكامل لأنه مترابط كلهم يعني مثلا الموسيقية يعني وشها زمان كانوا كنت أسميهم أنا ذميين الجدد هذولا ذميين ما تدري متى من كثر ما تطهدوا يعني الموسيقين فترة من فترة فلا حق الكامل أنت عش يعني ما تروح مطعم يعني صار جزء من هاتك وانت ما تحس يعني صار شار الوجود يعني لدرجة أني شوفوا موسيقين أعرفهم ما عرف مطعم ما عرف جلسة ما عرف يخي حتى خذوا لهم اللي يغير في المزاج العام يعني اللي أنت بتروح يخي بعد يوم متعب ودوام ومعقولة ما بتلاقي مقطوعة يعني شي شي عد المزاج فتخيل هذولا يساهمون في تعديل المزاج العام الشي الثاني اللي أقول لك أن الفرص أصلا مجرد أن الناس بدأت تلتقي مع بعض يعني البنات والأولاد وفي مكاتب وصاروا يشتغلون مع بعض كأنهم طبيعيين وعاديين يعني هذا بس الحالة يساهم في في دفع في دفع عجلة المصادر فهمت يعني بدأت تفهم بالناس آخرين كنت معزول عنهم تماما تفهم مش بالتطلبات مش اهتماماتهم فهذا يفتح سوق باي دوي يفتح سوق أنه هذا مثلا البنت هذه ما كنت أعرف اش اهتماماتها وش تحب وش ما تحب ويعني هذا يدخلك أنا كنت أتكلم عن ميزيك هذا يدخلك على الفاشن بعدين هذا يدخلك على الموسيقى الفاشن الارت حتى القراءة الأدب يعني تصير اهتمامات الناس طبيعية ومش معزولة يعني فالوضع الحين برد عليك أنه تغير ألف المية ألف المية اي عن واحد تخرج قبل مثلا في تسعة تسعة طيب بس الحين أنا ودي أقعد على الفنان مع بعض الفنان الحين وش هالشيال اللي اليوم مثلا تغيرت اليوم عندك السديو غارب صح كم قد لسنة بدأنا رسمي إلى 2013 2013 وش لو بديت 2001 نفس الشي نعم وش اللي في فريق لا شوف بديت من 2001 إلى 2013 كان نفس الشي من 2001 إلى 2013 كان نفس الشي عطني وش بيكون الصيغة ما كان فيه أصلا ما كان لك لا مصوغ قانوني ولا مصوغ اجتماعي أصلا مقبولك أنه مثلا يعني أنا بقول لك من واقع تجربة يعني مثلا روحنا ندور على ستوديو نستعجل ما نحتاج محل تجاري وعلى شعر فكل مفرض نكون جو حي كل الأحياء رفضت يعني فنانينش يعني فهمت كل لغاية بيجينا فنانين وعندنا تصوير وناسة جانبة مستحيل تسكن جاءكم يمكن توفقنا روحنا السليمانية لأن السليمانية يمكن أغلبهم من الأخوان اللبنانيين ويعني يقبلون مثلا النوع من هالأنشطة تكون عندهم فالحيب العكس هم اللي يجو بالله مثلا نجيب الأولاد نبغام إذا سمحتوا نجيبهم الجمعة الصباح إذا ممكن نوريهم فهمت يعني هم صاروا يباركون وجودنا يعني فأقول لك يعني من 2001 إلى 2013 كانت كريبة بالنفس الشيء بالعكس أنت تقول لي من 2013 إلى 2020 لا فرق جابت يعني لدرجة أنه أنه نحنا تغيرنا وإحنا ما ندري يعني مثلا كان لدينا سبيس على قدنا صغير يعني على قدنا ولما تغيرت الأمور أنت شفت السبيس اللي جيتنا فيه آخر مضايح كبر السبيس وتغيرت وتغيرت الذهنية حقتنا أنه كنا يعني ما كان عندنا إمكانية أن نوصل للفضاء العام يعني ما لدينا نصول على المجتمع مع شرائح في المجتمع بحكم ما كان في قنوات ولا تصاريح ولا لا الحين احنا كبرنا السبيس وتغيرت حتى ما قلت الذهنية حقتنا نحط برامج لها علاقة بالمجتمع وبشرائح نستهدفها طالبات في الابتداء في الثانوي في الجامعة ناس 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 مور يعني ناس تبقى تخصصات فتشوف كيف يعني أول كنا بس مع المتخصصين ويدو يعني يعني يدو نلقى واحنا تخصص ونعرف 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 حنا مين العلا احنا نبقى نوسى مش مفترض بصلا دور استوديوهات في المجتمع في المجتمع هي زي استوديو غالب مش مفترض دور الاساسي ما هو يشوف يعني تسوق متجاتك ولا تساعد الناس كل يعني الحكومة مثلا اوجهة حكومية زي وزار ما تيرتغطي كل وكل وكل الأشياء الدقيقة والتفاصيل يعني فهي تحتاج أذرع اللي هو زي الاستوديوات والفنانين اللي يوردي لهم خبرة يعني في المجال ووردي عندهم experience معين فهم يحتاجون هذول عشان هما الوزارة مثلا تدعم هل الاستوديوهات واستوديوهات هذه لأنه احنا نعرف الحاجة التفصيلية لكل مجموعة فندانين يعني والله في ناس يبغالهم هذا شيء وتقدم في ناس لا لحظة لازم رجعهم للأساسيات فانت تصير الوسيط عرفت وانت اللي تصير تنفذ البرامج ولا وبالعكس اللي تقترح المبادرات المفروض للوزارة فالوزارة تشرع يعني مثلا تقول لهم أنا أقول لك ذو الوزارة يعني تقول يا أخي لو حتوقف في المطار لأن الجماريك ما تدخلها لأنه في هنا المفروض تدخل يوقف عليكم كل كل فكرة توقف لأنه ما كان في ما كان في ما في يعني تجي عند منظم الجماريك يقول لك يعني يعني يقول لك مثلا هذه بكم منت اش تقول يعني يعني أنا أذكر واحد من الجماريك قال لي جبت لوحة فقال لي يا أخي هذه شكلها غالية قلت كيف قال هذه أقل شوية مئة ألف قلت مئة ألف قلت طيب أسمع أطني خمسين ألف الحين وخذها خل ما رب أطني خمسين كاش ومسموح خذها قال لا ما يصير لازم قلت من إين يجيب لك يعني ما عارف من إين يجيب لك تقييم هذا لازم تروح واكشن هاوس معترف ويعطونك الرينج فهمت قصدي يعني على قصدي هنا تدخل الحكم ينتدخل مثلا في سن قوانين تشري استقطاب شركات يعني أنا ودي يعني مثلا عندك في شركات مثلا للشحن شوف شركات للشحن والإنشورنس والستوريج الشحن غير والمستودع غير الشحن والمستودع والإنشورنس اللي هو التأمين والتركيب هذه ثلاث أربع يعني إرجع للثقافة وللفن وخلق الوظائف إن الواحد مولاس بس يكون فنان شوف لما يصير في يعني بيئة فنية صحية ترى هذه كلها تشتغل فمثلا تروح لندن يقول لها غاندران وايت هذه محروفة الشركة ترجمة رطوبة معددة تخيل إن أنا ستوريج حقي في سنغافور ليش؟ يقول لك سنغافور عندنا والله فري بورت هذا الفري بورت يعني ما نأخذ عليكم برائب طيب أنا اشتعطوني؟ قال نه تمستودع تعال شوف راح تمستودع درجة حرارة في سنغافور ما دفع عليها شيء بعدين قلت لهم وقالوا قلت وش يعني يا أبد الرحمن دخلت كني داخل مول من النظافة بعدين عندهم مثلا أبد الرحمن ومالح صحفي في القاردن متى بيجيني وبعدين يروح يشوف اللوحات وين ومدري ايش يسوون يسوي معين ترفيو مثلا اونلاين يروح سنغافور المستودع يفتحوا لندهم غرفة يعني في المستودعات في صالات صالات كأنك في جالري فيها إضاءات يطلعون اللوحة للصحفي كأنك في المعروض يطلعون للوحة يركمون على إضاءات صورت خلصت فهمت فهمت قاعدة الشهوات المطلوبة فأنا قصدي أنه هذا هذا اللي بش يستفيد سنغافور ليش يتسوي إذا هم الجانع لأنه نحن نتفع حق المستودع بس ما في يعني ضرائب أوروبا كلهم وأمريكا صارت مستودعاتهم كلها هو كذا أنا قصدي أنه الوزارة يعني هذه الاستقطابات الشركات الكبيرة هذه غندرين وايد حسنين كومب تجيبها لهم حتى البيئة يعني مثلا المعارض اللي صارت مثلا عندنا حق كندلسكي ضعار سويت وزارة أنا أمتأكد أنه الشركة ستحن تمرضها فيها طب وين نحط الأعمال بعد ما تخلص إثروا نفسهم ودي عندنا مراكز غالريات يعني لازم أنا أرجع الكلامي أنه لازم البنة التحتية تكون جاهزة هذا اللي ساهم في خلق يعني بها ناضجة وتفتح وظائف يعني ما هو الوظائف إنه بس لازم واحد يطلع يرسم لا لا هذول إحنا بس تكلمنا على الأيجنت والغالري والبروكر هذا السمسار ما تكلمنا على الكوريتر وعلى الكاتب وظائف أعطيك بالهبل الكوريتر المنسق شركات البي آر يعني فيه شيء سمساتن بي آر هذه الشركة فقط متخصة العلاقات العمل الفناني وليش هما بي آر صاروق يا لأن عندهم تذكر اللي قلت لك هذا الارتويك هذا اللي يلف العالم كله كل أسبوعين هما في بلد ففتحوا بي آر بس خاص بالفلون ومنسو كل أسبوعين في بلد في بلد تبع الفنان على القليل فلان هل أصلا الفن يعتبر شيء مهم اقتصاديا يعني بعد خلق هذه الوظائف هل هي تستخدمها كقوة ناعمة وفن دبلوماسي دبلوماسي الثقافي دبلوماسي الثقافي ولا أنه أصلا فيه عائد حتى اقتصادي شوف أنا أطيك دراسك كل الناس تعتمد عليها يعني بلير هذا البريطاني يعني جتها الحكومة شعرتها أن فيه دخل الناتج القومي ما نعرف من عند الدخل فبعدين سووا دراسة بعدين اكتشفوا أنه هذا الدخل يجي من السينمائيين والناشرين والموسيقيين والمسرح والآخر الدخل صار ملفت يعني يقولون يا جماعة وش فلا يعني الدخل موسهر مو يعني زيادة بسيط طبعا فاكتشفوا أن الدخل ملفت جاءوا عند بلير قال لهم هذا قالوا والله هذا طلع من كذا قالوا فبدأ مصطلح الاقتصاد الابداعي يطلع فلما طلع مصطلح الاقتصاد الابداعي على طول بدأ بلير هو اللي سوى الخطة وراح جلس معه يعني عشان برضه لاحظ الأدوار اللي يسوها عشان تعرف ايش دور الحكومي غير دور الارتست فطيب يا شباب كيف نزود الدخل هذا أول سؤال كيف نزود الدخل هذا مدام طبعا عندهم سوهو هذي سوهو اللي هي مدينة صناعة السينما اللي هي بسط لندن وهذا سوهو من وين طرع اللي هم صناع السينمائيين وموسيقين كانوا جمعهم في سوهو جاءوا وقالوا فبدأوا يدرسون للمشاكل فبدأ مع الفنانين قالوا وحنا مشكلتنا أجار الاستيديوان بسيطة هات الارتست كلهم خلونا نوديهم نوديهم شرق لندن كانت في صديقين وديهم شرق لندن ما تصدق كيف ارتبعت الاجارات منه الفنانين صاروا يشتغلون في القافي شبات اللي تحت تضبط القافي شبات الناس صار ترندي المكان والناس تيجي وتحضروا والفنانين والموسيقيين لانت عرف خلاص جاءوا الفنانين جاءوا موسيقيين جاءوا مصممين جاءوا حلوا مشكلة أجار الاستيديوات طب كيف عشان نرتفع الاقتصاد البداعي كيف كيف نمرر الفن للشعب أو نعطيهم جرعات أكثر راح ألغى ألغى أو حط تيكت بالمجاني في المتاحف يعني خل المتاحف كلها الدخول مجاني مدارس أطفال شفت وين هانا ندور الحكومة عشان يشغل الاقتصاد البداعي هذا ويفتح وظائف ايش صار هذي صار في قريبة الفين واربعة بدأت الدراسة الفين وحد عشر أطوال نتائج والله ما تريب الفين واربعة و الفين واربعة نخبط في التواريخ بس المهم من المعضوع النتائج فتار الدخل ثمانين مليار باوند سنويا بالباوند مو بالدور بالباوند ثمانين مليار يعني عشرة مليون باوند في السعر واحدة الوظائف 1.9 مليون موظف يعني 2 مليون إلا وظفوا في ذلك السنة لأنهم بدأوا يحللون بدأت تطلع التحليلات بدأوا يركزون انتبهون هذا تبحثوا لك وين كانوا واش كانوا يسوون طيب اش ناقصكم والله ناقصنا مثلا أماكن للتدريب المسرحيين ناقصنا مسارح ناقصنا يعني شوف لندن نحن مثلا تروح انت آدي حلو يعني شوف هذا كان على المحل يشتغل لما سوى هو المسارح وهي موجودة من أول بس نزود صارت تمشي في لندن والله هنا مسرحية برازيلية وانت تجي هات المسرح دق تيكت الناس وهات الدخل الحكومي والناس يحبون ينوعون يشوفون شي برازيل لأنه هو زو بس البناء التحتية وهم لو هذه المسرحية ما هي كله فائد يعني ما هي مؤهلة لنها تنعظ ما حتنعظ يعني فيه يعني فيه إجراءات يمشون من خلالها ما علا كيف وهل هذه حال خاصة ببريطانيا ولا لا 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 بعد كذا انت أشهرت يعني كل سنة يطلع تقرير عن أنا أكثر دخل في الاقتصاد الإبداعي هاري طلعت كنت شفت البيتي أس هذولا الكي كي سمونهم الكوريين ذولا بس الكيبوب هذي بس الحال رفعت اقتصاد الإبداعي في كوريا أخذت 2017 ما أخذت أول بلد في الدخل بس كيبوب وقاقنام ستايل وبدأوا يدخلهم بس هذول الكوريين في الأشياء هذي بس أن الحكومة وظفت يعني عطتهم الانفرستركشل عطتهم قاعة التدريب عطتهم التسهيلات في التيكتز في الإعلان حطتهم جزء من اقتصاد دخل الدولة فكل دولة يبرز عندها يعني مثلا نيو نيو بوليوود لا شيء في نيجيريا الحين في السينما يعني كان عندنا هوليوود وبوليوود هذولا نيو بوليوود لا ما هو بوليوود أكيد أنا غلط بس نيجيريا الحين في السينما صارت صارت one of the top three في العالم كما صنع السينما نيجيريا والسينما ذي أثرت على موسيقى وصارت موسيقى نيجيريا أكثر نيجيريا أثرت على غانا هل كان تعرف وش اللي صار في نيجيريا هل هو أثر اهتم بالاقتصاد الأبداعي بس بدوا يؤسسون الحكومة جهت سوت لهم زي يعني تجيبت نقطة جدا يعني الحين مثلا كنا في اجتماعات يعني أنه باقي يعني هو الوزارة مثلا في الثقافة أو أي قطاع أنت ما أنت مطالب أنك تخترع الأجلة من جديد هو فيه limited model يسمونه أو نماذج محدد مثلا في السينما ما فيه لا ثلاثة نماذج في العالم فمين مونين بتجيب تألو أنت مفرد تتبنى واحد مناية ناسا معك وبتبدأ تبني عليه بعدين في الفن نفس الشي يعني هو الارت فير في كل البلدان صار معروف نظام الارت فير وصار معروف نظام الارتست والشهادات اللي تعطى الارتست والشركات المهمة في البيئة الفنية وهذا أنا أحتاج مثلا شهادة منشأ لأعمالي عشان إذا اشترا عبدالرحمن هو في لندن إذا اشتراها مني لازم يكون عنده شهادة منشأ عشان إذا بغير يروح من لندن لباريس يقدر يأخذ اللوحة مع شهادة منشأ أوراق يعني خلاص هوريتي جاهزة أنت خذ خذ اللي ناس بقلتك النماذج محدودة يمكن في ثلاثة أو أربع نماذج في العالم في السينما في الموسيقى في الفن خلاص خذ النماذج هذا المحدد وتبناها وابدأ بناء عليها عشان برضو أنا إذا أنا بشتغل هنا في السعودية بس لو أخذني لندن في سوري أخذني غالري في لندن يسن نفس النظام اللي أنا تعلمته ومشيت هو نفس اللي عندن في لندن نفس اللي في بريطاني نفس اللي في الصين وهو نفس والحين ما تقدر تأخذ شهادة منشأ لا ما شو شاطن ما عشان كذا احنا فتحنا مثلا مكتب في موناكو عشان بس إجراءت هذه عشان إجراءت ورق وشهادة منشأ وشهادة يعني ورق بسيطة الغرفة تجارية يعني يدر تضر تجارية هذه المشكلة الثانية يحسبون أنها هي مسؤولية وزارة الثقافة لا تأتقي شهادة منشأ لا ما هي وزارة الثقافة الغرفة ألغارفة تجارية المفروض تعطيك شهادة منشأة اللوحة مو وزارة الثقافة بس الثقافة هي المفروض يتنسق يعني يتنسق مع الغرفة الجارية فوزارة الثقافة هي تقول بتأعطيك كل تصريح ما epic robbed إنه تعام Worth مني كبروداكت منتج أنا قاعد أسوي منتج زي اللي يسوي رطب اللي يسوي حديد اللي يسوي طيب لاني ما افهم مثلا كثير هنا وان شاء الله الوزارة الثقافة يعني تكون يعني صدر يعني فيه مثلا في النشر مثلا يوم قالت انه بتسوي شركة نشر فيه ناس كذلك قالوا ما تتدخر ما تسوي شركة من اللي قال فيه ناس في وسط اللي تسوي شركة خلاص ما بدور الوزارة انها تروح تتنفذ اكيد يعني هذا يعني تروح تسوي لي شركة خلاص واش عطني واش الامكانيات فعندك واش الاشياء اللي تحسن الوزارة ايوة انا اقول لك يعني الوزارة المفروض ما تروح تسوي معروض يعني هذا دور الفرنانين والكوريترز يعني فهمت يعني هي تحلي اللي قلتك تحلي للنظام تخلق لدستور فني تخلق للتنسيق هذا اللي بين الوزارات تخلق لنظام يكفل لحياتي كفنان وتأميني ويساعد يعني عندهم من اهم الوظائف التعليم يدخلون في التعليم ويكون الثقافة كحق العام واللي تحششم الفن الموسيقى زي ما هم يسوون بس ان هذا دوره هو الرئيسي اللي هو يعني انت لو تجيب الشركات وتبني متاحف بس ما في نظام ولا في تعليم ولا في نظام ما استفدنا ما استفدنا من هذه بس انه مثلا تروح انت للشغلات انك تسوي معرض تجيب فنانين وتسوي لهم معرض وتجمع يعني هذا ما هو دورك هذا دور القالري دور واذا قلت لك ما هي حد السوق لا لا موجود نفسه جالسين نطلقنا يعني انا اقول لك يعني يعني احنا مثلا كغارم استوديو اشتغلنا مع إثرة 2016-2017 سوينا 12 مالط في أمريكا واحنا غارم استوديو يعني يدوب على قد 5-6 بس انه عشان الميزيوم هناك يعرفون يعني يعرفون اسم الاستوديو يعرفون انه خلاص احنا قاعدين يتعامل مع واحد يعرف اللغة اللي بيننا يعرف السيستم يعرف النظام ما بيتعبنا فييجون يقول انتعال انت اشتبغى قلهم الله احنا معايا ثراو اوكي ما عندنا مش كنت وين كنت انا موجود خلاص انتعال وهذا النظام ويلا متوكرا ففهمت قصدي يعني فسوينا 11 معرض في أمريكا يعني هيوستن اسبن نيويورك ال اي يعني ولايات صغيرة ولايات كبيرة ولايات قوية ولايات كل نوع الولايات لأنه حارفين انه نعرف الاجراءات فما حاج يتعب وهي سهلة يعني تنسق مع شركة بيارو شركة شاحن والمتحف او المكان اللي بنعرف فيه ويجي المتحف ويقعد مع الفنانين ويختار منهم وتسعون ثيم مع بعض وتبنون وخوتنتي المشكلة طيب ما انك رحت سويت هذه المعارض وديعرف كيف الاجانب يشوفون الفن اللي تسعونه او اللي يسعون السعودين هل انهم يقيمونك على انك الفنان السعودي او لا الفنان ما ما شف هو هذه لها دور تراحل يعني يعني مثلا يعني مثلا تروح مثلا اللاكما ميزيم في لوسانجلس او اللوفر او اي شي انت تلاقي التصنيف على الفن الإسلامي الفن الحضارة الصينية الكوفوشوسية التصنيف هذا موجود حتى جوة المتاحف القديمة فمثلا في اللاكما ميزيم في لوسانجلس عندهم هذا الميدل إيست عندهم قسم للشرق الأوسط وعندهم كوريترز يعني اسمها ليندا كباروف تعرف الحضارة الصينية والسعودية والخريجية والمصرية فانت في السكشن ده بس انت اذا انت ما عندك ما عندك محتوى مستحيل تقرب او انت ما انتماشي مع الستاندرد حق المتحف يعني مستحيل المتحف يعني مستحيل المتحف يعني بكاسو بعدين يجيب لك واحد ما يعني يعني بيفقدون مصداقيتهم لانه هم ما عايشين على هالتيكتز وعلى المحتوى اللي قاعدين يقدمون الناس لو زلت يعني فعلا يعني لو لو تحاولوا في في السكشن حقهم ده خلص حيفقدوا سمعتهم حيروح دخلهم حيروحوا نقرهم ف الاولوية للمحتوى اللي تبتكد هذه الاشياء كلها تداخل بعدين انت من وين وانت ليش لاني جبع لانه حيانا كذا يعني زي اذا اخذناها على نطاق الافلام حيانا الفيلم كذا خليشوف ذا الفيلم السعودي مبنو فيلم فيلم سعودي يعني ياخذ هذي لانه السعودية مثلا ما نعرف وجلس يسير ما نعرف فنانين اوه عندهم فنانين اوه خليشوف فانت هذه قيمتك مو قيمتك ما يعامل فنك لأجل فنه وانما لأنك انت سعودي فهذه الحال ها القيمة اللي قيمونك لها ايه يعني مثلا انا اقول لك هذي تبان مثلا اذا انت مثلا رحت كان فيلم فستور وقلت انا بستاجر هذي ما حال بيقول لك لا تستاجر بس هل انت دخلت مع الترشيح الرئيسي الرسمي بس حكاية انك تروح وتستاجر كان بيقولون تعال الله حيك تعال استاجر وخذ اللي تبيه حتى رهنكو استاجر وما عندنا معنى بس احد دخل في الاوسكار احد دخل في الترشيح الرسمي احد بدأ يعرف يعني كل الدول الثانية فيه يعني اللي فايز بالواحد من الاوسكار كان كوري جنوبي فاهم قصدي بشغلة مو عشان كوري ولا ما عشان نعرفش عن كوري طيب الان في السيديو غارب مش الشكل الامثل اللي انت تتمنى السيديو مش مفترض شكله هو شف هو المفروض انه يكون طبيعي اصلا يعني يتناسب مع البيئة اللي هو انخلق فيها عرفت قصدي يعني الفروض انه يساهم يساهم بشكل أو بآخر في خلق وعي في خلق في خلق يعطي العمر مجال مهني للفنانين القضايا اللي يتكلمنا عنها هذه انه يوضح للناس يشي الفرق يساعد الفنانين انه يعرف يفرق مثلا انا في الديزاين افضل او انا في الارت افضل توفير الكتب مثلا اللي هي معظلة الكتب الفنية بالذات معظلة لانها غالية كثير وصعب الوجود يعني انا الف فنوياك الرياض كامل ما في كتب الفن حرفيا ما في كتب الفن لا تقول تقول لي بيكاسو نعرف هذا بيكاسو بس اللي صار بعد بيكاسو للحين يعاد اللي صار في التاريخ كل والكتب غالية يعني مثلا فالمكتب يعني يعني جزء الجانب التعليمي اللي عندنا هو جزء مهم احنا نحلم يعني نطور حتى ايضا احنا استضافتنا البروفيسورات من بره الكوريتر من بره يعني احنا دايما نستضيفهم ونشتغل معهم ونعرف عليهم الشباب يعني هو في البداية كانت عن طريق يعني انهم مثلا يجيوني أنا كوريتر عشان يشتغل معي فبعد ما نخلص أجمع الشباب وبدون يقدمون علي المشاريع ويستكون فيه ويسمعون كلمة من هنا كلمة من هنا فالجانب التعليمي هذا مهم الجانب الثاني اللي هو اختبار الارتس يختبر نفسه يحتاج بيها والشراء وانت اذا ما بعت يعني انت خسرت يعني تحطه تحط لغط وكيف ناس ستحمل ويكونون قوياء أكيد بس هو المفرض انه تحط لبيئة شبيهة يختبر نفسه ونعزم ناس ويجيون يشوفون وما فيها حكم ما فيها أي جل يعني ما حد بيه يحكم عليك يقولك أنت فاشل ولا أنت أقولك ما بعنا خسرنا ولا فهذا المفرض انه يكون مكان اختبار الارتس يختبر نفسه يختبر قطعتها يختبر نفسه قدام الناس يختبر فكرتها أصلا الناس قبلتها ما قبلتها ممكن تتطور ما هو تطور ياخد منها فيدباك من هم ذولي الناس؟ المتلقي العاد الناس الجمهور يعني الجمهور اللي ممكن بس انك تحطها في بيئة ما يكون فيها ضغط يعني ما يكون فيها ضغط علي زي ما قلتك انه تحط لي في القلري خلاص ما بعنا يعنيش يعني خسرت يعني ما في فعنده التعليم بالاختبار زي ما يختبر نفسه بس شيء الثاني يعني احنا نعمل برامج خارجي بحكمة علاقاتي مع مع غلب الانستيوشن هذه المعاهد واستيديوات الفنانين فانا نكلم مثلا في برلين تكفى الارتست يعني ممكن يقولون معك سبوع الارتست حسنهم يهتمون بك ويوافق على طول يقول لنا بجيهم بس أنا بشغلهم عندي بسوي لهم برنامج يقول لهم تكفى نسورهم برنامج وخلهم يشوفوا المتاح في اللي حواليه ووريهم حل ما ياخذ الأفكار وكيف الواحد يطور فكرته هذي اللي ما تلقاه في الكتب يعني فيه اشياء تلقاه في الكتب أوكي تاريخ حركة معينة بس اشياء هذي اللي هي البروست هذي إذا ما حتكيت فيه وقعدت شفتها من يوم يصحى للينام مش يسوي مش مصادر معرفته ومصادر الهام فهذه نحن نسويها فلذلك التعليم هذا اللغة مهمة الشيء الثاني اللي هي الاختبار وتقديم الأدوات اللي يعني مثلا فيه كاميرات غالية صعب عرف المهم الشيء الثالث المهم اللي أنه عبد الرحمن والله يعرف الصوت أنا عرف التصوير طيب عبد الرحمن تساعدني أنا سوي أنا وياك وهذا يرسم فالتعاون هذا هو يعني يعني هو دايما يقول لهم أنه النسفة العصامية فالعمل الفني عبد الرحمن يقول أنا بأعرف الصوت بأعرف الكاميرا وبأوزع وبأسوي مار فالنفة زيها في الفن النفة العصامية أنا أجيب لفكرة الصراط ما أنا اللي يصور بس أنا أجيب الفكرة أنا اللي أختار الروكيشن في ناس ساعدين في ضاء هذا في الليل طيب جيبنا على الصوت أنا ما عرف الصوت والله يساعدون في الصوت هذا ينزل هذا يطلع فهذا هذه ميزة في الستوديو اللي يحتاجون مكان القذرينغ هذا طب متى أكون أنا شخصاً تودك يعني بيصير الستوديو لي مفيد اي هو والله إحنا بيني بينك زي ما قلتك يعني إحنا يعني على قد مكانياتنا فإحنا نستاذي في شريحة يعني تكون ready شوي تعدت مرحلة شوي في الفن أو يعني ما ما بخفيك يعني إحنا ما نقدر ما نقدر نبدأ مع المبتدئين جداً ولا مع المتقدمين جداً المتقدمين جداً ما نقدر معهم إحنا نأخذ هذول اللي خلاص على وشك جاهزين على وشك جاهزين هذول هذول بس بغير تضطيز خلاص بينطلقون طب وشلون أسران لأنها هي هي مرحلة هي مرحلة اللي يا يطيح يا يطيح ما في فبالصدفة يعني ما هو بالصدفة لا والله إحنا من نعرف نرطو نرقط هذا الموسيقى حتى في الشعر يعني نعرف من اللي يشتغل هايكو من اللي يشتغل مثلاً في الشعر من اللي يشتغل موسيقى كويس من اللي يشتغل من اللي في الفيديو ممكن يصير كويس طب ومتت وش الفائدة اللي انت أخذونها ولا شي أبداً يعني فائدة أو دخل أبداً أبداً ما في أي دخل بالنسبة لنا إحنا كمؤسس وش الهدف أنا أقول لك يعني مثلاً أنا كان عندي معرض في برلي حلو قابلت اللي هو ما هو عنده مزارة وزير الثقافة زي وزير الثقافة قابلت قال عبد الناصر أنت عندك مفناني قلت يا والله أنت نفس صغار هذا قال طيب اسمع جيب لي معاك ستة نعطيهم برنامج مدام عندك المعرض هنا ونسولهم برنامج وخلي مشهور المتاحة فنعرفهم على فبدلت الفكرة من هنا طيب أنت رايح رايح طيب يش أقول هذا أقول لا والله ماني فضيلهم مثلاً أو بيزوجون أفهمت فأنت رايح رايح فتأخذ 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 معاك الأرض اشتغلوا بعدين بعدين هذه النقطة النقطة الثانية أنك أنت تتعلم منهم يعني تيجي في لحظة أنت تتعلم منهم اي يعني أنت إذا حطيتها بس في بيئة كويس وبدأ بس أسئلة معينة في البداية وشوفها عطى سنة صدقني راح أنت أتعلم من اللي عندك في الستوديو الحين تقول عطى سنة لا اللي عندي مطولين والله عندي عجلان له تسع سنوات شويش له ست سنوات واي لخمس سنوات بدأ بسنتين عندنا حياة عندنا نجود عندنا يعني عندنا ناس كثير مودي إنسان نصف بس في يعني مستحيل أقل من سنة يعني سوري يعني سنتين ثلاثة أصلا هون اللي يقعد يعني الواحد لما يبدأ يلقى لما يبدأ يعرف البيئة والناس كيف طلعت وكيف وأنه يبدأ يحس إنه فعلا يحتاج وقت حتى يجيب شيء مميز ما هو الدكتور تردهم بعض لا لا الله بس ما ما في اليد ها يطردوني هنا كم سديزة غارم موجود والله على النفس الطويل هذا ما أتوقع في حد يعني يعني في ناس تسوي دورات مثلا شهر شهر مص الماكسيموم سنة بس إنك تعطي دورة غير لما تعطي تساعد في إنتاج بعض الأعمال فسارفة طويلة يعني بس إنك كيف تخدمهم يعني أنا مثلا سويت قبة في أسباني في مدريد في مكان اسمه يسوون لأنيشكوبور ومرينا برموفي يسوون لأهم فناني في الآن الحين عنده واحد من الفنه صار مثلا عنده قطة أحاول أدخله يعني بحكم أنه يعرفه وإنك أنت جاي من طرفك خلاص يعني هي ما هي من جاي من طرفك واسطة يعرفون أن هذا والله أنك واثق فيه وأن الكولة حقتها عالية ولا هما بيضيعون سمعته إلى عشاني ولا عشان غير ولا أنت وضيع سمعتك نكتيب أحد فهذه الثقة هذه تتمر بينه وبين بعض فيصير يعني أنا كل الأرطيس قابلوا كل الفنانين المهمين زي مرينا بومفتش أنيشكوبور هذا سيتسمى سبوت كوبتال صاروا يجون معي محاضرات يعني زي عبدالله شويش جاء معي محاضرة في قطر بحكم أنه فنان من جيل معين يهتم بالفن والسوشال ميدي فصاره محور زي زي أنا زي ضياع الزاوي زي أنيشكوبور زي أنا بس أنه محور تناسب مع السنة وفأته وفي النيورك تايمز يعني في مؤتمر النيورك تايمز جاي بينا ما هون جاي بينا متاس معليش عجلانا الآن عرض في شي اسمه فنكوفر بنالي في كندا لمدة سنتين المسجد هذا هذا يمكن برضنا أرضم على ما لديت وعدتنا ما لي الآن المسجد أدفر أنك جاس هو ش المسجد هو كانت تايت الحق للجنة أبواب كثيرة هم كانوا يتكلمون يعني أنا يوم ما أسمع يتكلم على العمل لغة جيل مختلف يعني أنا وأنا ما عايش معهم أول مرة أسمع ذلك إنه كيف يشوفون منظور الأموة مثلا الولدين هم قاعدين يشوفون منظور أنا ما عرفه ولا وشوفني عايش معهم أول مرة أسمع لأن كل جيل لها لغة ولها لها منظورة الخاص اللي يشوف من هالأمو بس إحنا ننفذ يعني ناوم في فكرتك هكيد وننفذ وننفذ الفكرة مهولة يعني كبيرة يعني عشرة في ستة لسكوبتر أوكي عشرة في ستة ويلا ود في فرانكورت في كندا ومناسبة مهمة يعني اسمها فنكوفر بنالي بس إنه لنا يعني تعتبر لنا يعني كلنا أوكي طب الحين أنتو الحين هل في شيء جاسين تستفيدونه من وزارة ثقافة إحنا كستوديو لا الحين لا للسسرة لا الحين لا ما 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 في مثلا تصريح معينة تراخيص ما بدأوا في التصريح دس ما بدأوا في التصريح بس أكيد احنا في حاجات تصريح هذه يعني تصريح هذه هي بداية يعني هي بداية خلق شخصية الفنانين وتعريف كل حق في الثقافة بأفراد ويسير لهم يعني عرفت صبغة رسمية ويقدرون يمشون فيها أمورهم صراحة طيب ودي ساكسو الحين كدش أهمية تصريح ارتفاع صقف الحرية للفناء يا أخي مشكلة الحرية ما تجي في دفتر الواحد يقراها ويمشي عليها هي ما تتعرف لكن والله يشوفوه في فرق كبير بين حرية التعبير لليه لازم لازم عشان دقيقة حرية التعبير وحرية التفكير وش حرية التفكير كويس اللي هي free thought أو free thinking الحين يا حبيب أخوه حرية التعبير يختلف تماما عن حرية التفكير أنا أتمنى أن الناس يصير عندها حرية التفكير هو شوف الفلسفة في شيء اسمه anatomia anatomia هذا المصطلح جاء بعد مصطلح أنك تكون إنسان يعني الحين مثلا عبد الرحمن تقول لي والله عبد الناصر لازم تسير أنت مستقل طيب مستقل وين أروح ما نعرف خلط يعني أنا كان عندي ثقافة معين تقول لا أنت لازم تبدعها وتسير مستقل طيب وين أروح مستقل ليش ما فهمت يعني أنا مستقل عشان كده يسمونا الحرية السالة الحرية الموجبة أنه فعل الحرية يصدر من ذهنك يعني يصدر ذهنك هو المشرع والمصدر لكل القوانين اللي أنت تؤمن فيها وهذه مرحلة مرة متطورة بس أنا تيجي من المعرفة من 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 نزالة الحواجز هذه والقيود اللي اللي إحنا دائما كنا يعني يكون ملينين بهالحواجز وهالقيود وكذا أنه تصير تكون من فتحة على ثقافات أخرى على 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 طويل العمر على تجارب ناس أخرين ما تبدأت تتخلص من العوائق هذه والحواجز النفسية اللي ممكن تأخرج يعني هذا اللي يتمنى من الناس أن يكون عندهم حرية التفكير أكثر من حرية التأمير طيب الساديو غارب موجود وشنا نعرف مثلا إذا عندكم معارض إذا موجود شيء يقدر أستفيد منه إذا فيه واحد زاركم والله إحنا أعزج يعني بيني وبينك إحنا في زي ما يعني ما بسه ما يعني ما ما أضخرنا برامجنا للعامة ويمكن أغلب شغلنا ببرا المملكة ف ف إحنا الحين شجعنا أنه فعلا نبدأ نسوي وحنبدأ نبني يعني من السنة الجديدة إن شاء الله 21 حنبدأ نبني برامج ومعلنة و يعني محددة بوطر زمنية وبتوقيتات بموقع بكل شيء إن شاء الله إن شاء الله أعرض طيب أعطيك العافية شكرا جزيلا لك تسمعني عافية موجود يعني أي شيء يتكلمنا عنه في وصف الحلقة وحساباتك في التواصل الاجتماعي وإذا لا تستديو أو لا حساب أي خلص في شبكات التواصل الاجتماعي فإذا في قد في شيء نشروه في الحساب حساب بس والله أعطيك العافية الله ينتهي لوقتك وقبولك الدعوة حبيبي حبيبي تسمع وسلام الله شكرا بغارم شكرا لكم شكرا لسحر سليمان في التحرير والإعداد صالح بسلامة في التصوير ومحمد الحسن في الهندسة الصوتية هذا فنجان أحد منتجات شركة ثمانية للنشر والتوزيع الأسبوع المقبل ألقاكم خلاص ما عاد فيه في الشيء الصفو لا ما عاد ما فيه والله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم